بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تركيا تسبق العالم شركة تركيا تعلن أنها أنتجت مولدا يعمل بالديزل الحيوي بشكل كامل لمتابعة هذا الموضوع وما يتعلق بالديزل الحيوي وإيجابيات وسلبيات أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفاعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك قال المولد المذكور يعد أول مولد في العالم يعمل بالديزل الحيوي بشكل كامل قطاع المولدات في تركيا يشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة رئيس مجلس إدارة شركة أركان علاء الدين يوكسل يقول نولي اهتماما بأنظمة الطاقة الشمسية الهجينة هذه صورة للوزير التركي مصطفى ورانك مع بعض المسؤولين المطورين لهذا المولد الكهربائي والأول في العالم قال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك الأحد أن شركة أركان التركية للمولدات تمكنت من إنتاج نموذج مولد كهرباء يعمل بالديزل الحيوي الديزل الحيوي وبشكل كامل إيه هو الديزل الحيوي وهل هو نعمة أم نقمة دي دابليو الألمانية تقول الوقود الحيوي نعمة أم نقمة مع اتجاه شركات السيارات إلى إنتاج سيارات تعمل بالوقود الحيوي أثيرت المناقشات حول هذا النوع من الوقود الذي يؤدي إنتاجه إلى ارتفاع أسعار الغذاء وإلحاق دمار بالبيئة طرحت عدة شركات عارضة في معرض فرانك فورت للسيارات سيارات تعمل بالبنزين أو الإثانول مما أثار نقاشات عما إذا كان الوقود الحيوي يمثل نعمة أم نقمة وفي الوقت ذاته أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أسيد تقريرا يدعو لوقف الدعم للوقود الحيوي مشيرة إلى أن الاتجاه العالمي المتسارع نحو الديزل الحيوي والإثانول أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء وإلى إلحاق دمار بالبيئة أكثر من الفائدة المكتسبة وعن آثار الوقود الحيوي ذكر تقرير للمنظمة أن الاندفاع الراهن صوب الوقود الحيوي أوجد ضغوطا على التنمية المستدامة ومن شأنه أن يربك الأسواق دون أن يعود بمنافع كبيرة على البيئة وأشار التقرير إلى أن الآثار البيئية للإثانول والديزل الحيوي تتجاوز في مجملها الآثار الناتجة عن البنزين والديزل عندما نضع في الاعتبار الخسائر في مجال التنوع الحيوي والسموم الناتجة عن استخدام المبيدات وفي الوقت الذي تطلق فيه شركة مرسيدس للسيارات من الفئة بيء عام 2009 مزود بمحرك كهربائي لا تصدر عنه انبعاثات ضارة من ثاني أكسيد الكربون أعلنت شركة تيوتا التوسع في إنتاج الطرازات المهجنة وعرضت فورد وفولفو طرازات تعمل بوقود E85 وهو مزيج بنسبة 85% من الإثانول و15% من البنزين مشاكل في الجيل الأول من سيارات الوقود الحيوي تحت هذا العنوان تتابع دي دابلو الألمانية وفي مناقشة تمت في معرض فرانكفورد الدولي للسيارات اعترف بيرنهارد ماتيس مدير شركة فورد في ألمانيا بأن الجيل الأول من السيارات التي تتزود بالوقود الحيوي تعاني من مشاكل كما أنها تسبب في ارتفاع أسعار الأغذية ولكن ذكر أنه في غضون خمسة أعوام سيطرح في الأسواق الجيل الثاني من السيارات التي تعمل بالوقود الحيوي المخلق والذي يتماشى مع التنمية المستدامة وأشار إلى أنه في السويد يتم إنتاج الوقود الحيوي من الأخشاب وأن السويد لديها شبكة كبيرة من محطات التموين التي تعرض وقود اي خمسة وتمانين مما يجعل من الإثانول وقود مجد اقتصادياً خسائر في التنوع الحيوي في مناطق الغابات الاستوائية تتابع دي دابليو الألمانية وفي ألمانيا وصف اتحاد دعم الزيوت والنباتات البروتينية تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنه متحيز وأنه لم يضع عدة شروط مختلفة في أوروبا في الاعتبار وأشار إلى أن الكثير من الآلات الزراعية في القارة الأوروبية تعمل بالوقود الحيوي وأن هناك وفرة من الأراضي غير المستصلحة التي يمكن أن تزرع فيها الزرة والمحاصيل الأخرى المنتجة للديزل الحيوي ولكن معظم القبراء يتفقون على أن أوروبا يتعين عليها أن تستورد الوقود الحيوي لكي تلبي الطلب المتزايد وأن هذا يتطلب نظام شهادات لحماية البيئة في الدول النامية وذكر تقرير لصندوق الطبيعة العالمي أن الملايين من الهكتارات من الغابات الاستوائية تم قطعها من أجل زراعة نخيل الزيت والصوية وقصب السكر وكلها من المصادر الرئيسية للوقود الحيوي الأمر الذي يؤدي إلى خسائر فادحة في التنوع الحيوي ويقول اتحاد الوقود الصناعي الأوروبي وهو اتحاد يضم شركات منتجة للسجارات ومنتجة للوقود الحيوي الصناعي إنه ما إن يتوافر الوقود الحيوي تجاريا فإن ذلك من شأنه أن يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90% مقارنة بالوقود المستخرج من البترول يبا إذن تعرفنا مع حضرتكم فيما يتعلق بالوقود الحيوي ولكن خلونا نتابع ما وصلت إليه تركيا من إنتاج أول مولد كهرباء يعمل بالطاقة الحيوية بشكل كامل في العالم أي أن تركيا تسبق العالم في هذا المجال وإن دل ذلك فإنما يدل على أن تركيا في تراك السباق وأنها تسابق الدول الكبرى ولا تسمح لأحد بأن يسبقها وأشار مصطفى أورانك وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي إلى أن الشركة المصنعة تخطط لبيع منتجتها إلى القطاعات التي تولي اهتماما لنظافة البيئة والديزل الحيوي أو ما يعرف بيو ديزل يعني الوقود المصنع من مواد خام من أصل حيواني ونباتي يمكن استعماله لتشغيل محرك ميكانيكي ويمكن تصنيعه بطريقة رئيسية من الزيوت النباتية أو الشحوم الحيوانية ومن الممكن أن يحل البيو ديزل مكان البترول في محركات السيارات والشاحنات وفي مولدات الكهرباء وتابع الوزير قائلا شركة أركن تم تأسسها من قبل ثلاثة مهندسين تخرجوا من جامعة إسطنبول التقنية وقد أعجبتني جهدهم وابتكارتهم وعلى الرغم من حداثة المصنع إلا أنه وفر فرص عمل لنحو 300 شخص وهذا يعطي إشارة أخرى إلى أن الدولة التركية رئاسة وحكومة معنيين تماما بالعقول التركية وبالاستثمار في العقول وبتشجيع المهندسين الشباب على الابتكارات والتصنيع ويتابع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى أورانك قائلا نصف أرباح الشركة من الصادرات فهذه الشركة تصدر مولدات كهربائية إلى نحو 72 دولة حول العالم وأكد أن قطاع المولدات في تركيا يشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة مشيرا إلى إنتاج تركيا أنواع عديدة من المولدات التي تعمل بأنواع مختلفة من الوقود والطاقة الشمسية وشدد الوزير التركي على أن تركيا تعد واحدة من المراكز الإنتاجية الهمة في العالم من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة أركن علاء الدين يكسل إن شركته تولي اهتماما بأنظمة الطاقة الشمسية الهجينة وأضاف يكسل أن نموذج المولد الذي يعمل بالديزل الحيوي الذي ابتكرته شركته يعد الأول من نوعه في العالم يذكر أن شركة أركن تأسست في إسطنبول عام 2012 على يد علاء الدين يكسل ورجب أشيروك وكمال تورياكي لا شك أن هذه نقلة نوعية لتركيا وتشجيع كبير من الحكومة للمهندسين الشباب في الابتكارات والصناعات تركيا تسبق العالم وتصنع أول مولد كهربائي يعمل بالديزل الحيوي بشكل كامل في تركيا تركيا تبقى في الأمام دائما وتنافس العالم متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا تعليقاتكم وأرائكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر